السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناة شهيوة أم رايان اليوم ما إن شاء الله غدي نقتر حالكم هاد المملحات أو لشوصون اللي معمرين بالخضر كيجيوا صراحة كيما كتشوفوا لجينا رقيقة وبنانين والأهم من هاد شي صحيين وما تنسوش لكنتوا أول مرة كتزور القناة فاكن قول لكم ضدوا على المربع الأحمر أسفل الفيديو وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم دي ما جديد الوصفات ندوزوا إن شاء الله لطريقة التحضير والمكونات اللي غدي نحتاجوا في هذه الوصفة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج هنا جوز لايف ديال الفورس ديال تقيق الأبيض قياس 400 جرام هكك ملقة كبيرة ديال السكر سانيدة جوز ملقة كبيرة ديال زبدة درجة حرارة المطبخ الملح هاسر الضوك ملقة كبيرة ديال الخميرة الفورية والحليب ساخن باش غدي نجمع لجينة دوزول طريقة تحضير أولا غدي نجيب واحد الكاس أو الففاف غدي نوضع فيها ديال الخميرة وغدي نضفع لها الملقة الكبيرة ديال السكر سانيدة وغدي نضيف لها الشميه ديال الحليب ساخن باش تفعلينا ذك الخميرة وكذلك تساجم مع سانيدة وغدي نخليها جانبا على من غرب البتحين وصول تكون الخميرة تفهلت تقريبا نوح لها 10 دقائق حتى الـ 16 دقيقة ونخليها ودابا غدي نضوز نبلي لكسها كما لعيدا غدي نغرب لذك الدقيق باش ما غدي نزوش لنا في ذاك الكوورات وغدي ناخد ديال المليحة تقريبا هكا كمعلقة صغيرة وعاد غدي ناخد ديال الخميرة وراها تفعلت نخليها لذيك دقيق ودابا غدي نبقى نجمع ديال العجين وغدي نضيف مرة مرة شوية ديال الحليب ساخن أو يعني دافي بعدها بالبرد ممكن لاش نديروه بارد وغدي نبقى نجمع هاد العجينة ديالي حتى غدي نحصل على يعني عجينة متماسكة ما تكونش رطبة بزفع لحساب قعد غدي نزيد لي هالزبدة وغدي نزيد ترطاب بالزبدة وغدي نزيد ترطاب بالزبدة سافيدة با جمعت العجين غدي نبقى نبستاغي برؤوس الأصابع كي ماشته باش غدي نوزع في هديك الزبدة وتكون بدرجة حرارة المطبخ مل احسن باش كتساعدنا وغدي نطويها بحل شكل ديالي نسمنا باش عاد غدي نبدن ندلكها باش ديك الزبدة ندامج مع العجين ونحصل على يعني عجينة هادية بدي ندلكها مزيان حتى ما تبقاش تخرج ديك الزبدة تخرج بحل شكل ديك الزبدة بحل شكل ديك الزبدة تخرج بحل شكل ديك الزبدة بني نبقى ندلك هك غدي نحسبها ولا تعجينها يعني مو حادا ومن بعد غدي نكورها مزيان وغدي نجيب واحد البلاستيك غذائي نغطيها به ونزيدها واحد المنديل من الفوق ونخليها ترتاح وتزيد تخمر لمدة ثلاثين دقيقة وندوز نصوب الحشوة زيت مقلاة ودرت فيها الزيت درت الزيت بخلطة يعني مائدة وزيت البلدية او زيت الزيتون وده بغدي نداب البصل هو اللي اول اللي المهم انا طحنت هاد الخضر وبس لك اداليك في ديك التحانة ديال الخضر كلكم تقطعهم مرقاقين او تحكوهم في ديك الحكاكة بعد التخلط ذلك ابتلات الخضر بالخضرة جملت بالخضر و كذلك القرعه ونستطيع المخضر هناك شخص من المحن درت والذيكون والذيكون ويمكنك الزيتون لكي نستطيع المجدد مميز مزيد بعد التوابيل او من المراء هذا الزيتون من بعد ما تشحرك ديك الخضايرة ونزلت كي ماشيتم وبقدش يعني تدك المنش اللي تلقاك نشوف غادي ندف التوابيل عندي شوية دي البودرة التوم شوية الكوركوم البابريكا أو ففل أحمرة شوية الكامون من الحالة حسب الضوغ سكين جبير البزعر و الزاتر محكوك وغادي ندى نحرك وغادي نساجمو مزيان داك التوابيل في قلب ديك الخضايرات شوية ديال داك الزيتو نقطع دا بغادي ندير المعدنوس غير مريقات انا فضلت نديرو غي هكا ما بغيتش نقطعو ومن بعد غادي نتفعليها ونخليها تبرد وندوز نشكل العجين داك العجين كيم هاشتو خمرات غادي نحيد لها داك البلاستيك الغذائي وغادي ننصوبها في سطح العمل هنستعن بالدقيق ونحيد لها داك اللي هو اللي فيها بعد غادي نقسمها على الجش كورات وحدا غادي نكورها ونديليها داك البلاستيك عاو تاني الغذائي بش مديرش لها داك القشرة من الفوق والخورة غا نخدم بها مباشرة مع الاستعانة بالدقيق ديك الخضارات رتافة الإناء كتبرد دابا غادي نبدأ نطلق هذيك العجين وغادي نطلقها مزيان حتى تولير قاقة باش نحيد كنديروهم يطيبو ما كي يزيدو شي تنصحولينا بزف كتبقى العجينة في نفس السمك اللي كنا نخليها في اللول دابا كنا نصوب هذك الايطار هدا متوسط وكين واحد كبر منو وكين ما صغر مملاحها سب اللي بغيتو غادي نحيد داك العجينة المتبقية وغادي ناولين نكورها ونديرها في البلاستيكة باش ما نديرش كتلكم القشرة وغادي نبدأ ندوز على داك جنيبات ديال هذك المملاحات او ليسوش ليشوصون عفوا بذيك البنسو وشويش دلماء باش من حيث غادي ندير داك الحشوة في الواسطة نجين جمعهم تلسقرية داك العجينة غادي نبقى نوزع اليوم ديك الحشوة بهذا الطريقة هذي غادي نبقى ندير تقريبا نقدار ملعقة في الواحدة في الواسط باش يسهل عليها العملية ديال الجميع ديال ديك العجين ومن حيث غادي نصاب فيهم كلهم غادي نولينا عاو تانين نضيف الفروماج هكا باش يعني مني كان نجين جمع كتسهل عليها العمالية ما كتاخدش يعني وقت بالزاخ من الاحسن باش أنني مقا ندير وحدة بوحدة ندير لهم كاملين الحشوة وكذلك الفروماج ومبعد نبقى نجمعهم طريقة ديال سهلة يعني كان نجمع لهم دوك الجنيبات وكان عاود بسطهم بذيك الراس ديال الشوكة او الفرشيطة دا بغادي نجمع حتاكم باش تشوفوا كيفاش كان ندير حتا دك المال اللي كان ديروا العجين كيساعدنا باش كتلصق مزيان وكان ولي ونعاودوا لها بدك الراس ديال الشوكة او الفرشيطة كما قلت لكم وإلا مشات حتا لسقط لكم يعني مع العجين كلكم تزيدوا ديروا فرديك الفرشيطة ديال شوية ديال الدقيق وكذلك هذي باش تجمع إلا كانت يعني ناشفا نديروا لها شوية دلمة يعني سهلة وبسيطة هذي العملية هذي ماشي ماشي شي حاجة زي مالي كتطلب العاناء المهم أنا كان دير لهم الحشوة لزاف كان بغيهم يكونهم عمرين زيان ولكن رمكي مني كان ديرهم في الفرن ما كيوقع لهم تحاجة كيبقوا كيبقوا هاكك وكذلك حتى في الحجم ديالهم ما كيتغيرش يعني ما تخافوش ولو أنا ديرهم في الفرن ما كيوقع لهم والو لأننا كان ديروا ديك الماء كيساعدنا وكذلك ديك الشوكة مني كان عاودوا نديروها من الفوق هاكا هنا هي كنوريكم واحطريقة سهلة بحلاكة على سطح العمل كتجي ضغية كيتصوبوا كندير غي شوية ديال الماء هاكا وكنجمعهم ضغية ضغية ومن بعد ما سليتهم كاملين ده بغادي نعود ليهم بذيك الشوكة هاكا او الفرشيتا كما قلت لكم وهنا راني شعلت الفرن درتو على 180 درجة وغادي نديرهم في الواسطة باش غادي نقدهم في اللاطة وننضيليهم البيض هنا هي اخذت بيضة كاملة وكنضيف لي واحد شوية ديال السلسات الصوجة وانطربها مزيان وغادي نبقندهم بها هاد ليشوصون هاديك البيض باش كيتعطهم ديك اللمعة في الوجه وقلت لكم راني شعلت الفرن الى 180 درجة وغادي نديرهم في الواسطة باش غادي يطيبوا من الفوق ومن تحت باش ياخدوا لون من الفوق ومن تحت بحال بحال محال محال غادي نوريهم بكم في الشكل نهائي ديالهم وهو ما ليشوصون وجدو كي ما قلت لكم هادي نقطع معكم هاد الوحيدة باش تشوفوا كيفاش كتبقى تليكم العجينة ما كتبدلش كتبقى هاكك يعني نفس السمك اللي كان نخليه يبقى عن ثم وديك الخضائرات هي من الداخل حوش وازوينا يجيوا بنانين والاهم انهم صحيين والوليدة اللي ما كيبغوش الخضراء هاك يبغيوهم ويعجبوهم وشكرا على المشاهدة انتمنى تعجبكم هاد الفيديو تديروا لايك البنات وتجربوا هاد ليشوصون وتقولوا لي في تعليق كيفاش جاوكم اه صراحة انهم ما تستغنوش عليهم اه ولا كنتوا اول مرة كنشاهدوا القناة فاك نقول لكم ان شاء الله وتبقى المراكة على القناة الكفاء جرس بشورتلكمها جديد وإلى اللقاء حتى الفيديو الجي ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة